فضيلة الشيخ صالح هذا يسأل عن الأضحية حكم الأضحية وهل تجب في كل سنة الأضحية شعيرات عظيمة ونسك قال الله جل وعلا فصل لربك وانحر فقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت فقرن الذبح والنحر مع الصلاة مما يدل على أن ذبح الأضاحي وذبح الهدي عبادة عظيمة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى وأنه يجب فيه أن يكون من كسب حلال وأن يكون النية فيه خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وأن ينفذ فيه قول الله أكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فهذا هو من فضل الله على عباده في هذه الأيام المباركات نعم بارك الله فيكم